ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لاجتماع الثالث عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي وأكد سمو خلال الاجتماع دولة الإمارات تواصل بجدية للطلاع بدورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي واطلع معالي خالد محمد سالم بلعم التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أعضاء اللجنة على آخر التطورات والتقدم الإيجابي الذي يتم إحرازه في بناء القدرات المؤسسية المحددة في تقييم المخاطر الوطنية وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب